مجموعة منوعة من الأفلام مننا أفلام جديدة مننا أفلام أقدم شوي مننا 200 متر يلي هو فيلم منه كتير قديم من حوالي سنتين بيحكي قصة حقيقية عن مصطفى وزوجته سلوى وطفلهما عائلة عم تبحث عن العيش بسلام لكن الجدار الفاصل منعهم من العيش تحت صقف واحد ومع ذلك بالكاد يعشون بعيد عن بعضهم 200 متر فعليا وكل ليلة قبل ما يناموا بيضوه بيطفه الضو ليقولوا ليلة سعيدة لبعضهم ملح هذا البحر لأن مارير جاسر هو الفيلم الثاني اللي رح نحكي عنه يلي بيروي قصة سوريا وعماد شخصان يبحثان عن العيش بطريقة طبيعية ولكن بطريقتين مختلفة كل واحد منهم عم بيعيش عم بيحاولوا فك القيود يلي موجودة ضمن حياتهم واللي جماعتهم بفلسطين رح ننتقل لفيلم آخر كمانا هو بعنوان لما شفتك كمانا لنفس المخرجة وهو فيلم مؤثر بين انعيدام الجنسية وتجربة فقدان الأب الطفل طارق ووالدته لذان يعيشا بمخيم للنجيئين نزحا إلى الأردن بعد حرب 1967 وينتظران عبور الحدود من فلسطين إلى الأردن والوالدان منفصلين ومنفصلين عن بعضهم ويأملان أنه يقدروا يوصلوا يوم من الأيام بعيشوا نوع من حالة التأجيل والانتظار بهيدا المعسكر الكئيب وحياة معلقة بالمنفع العاطفة من المخرجين يلي قدموا أعمال مختلفة ووصلوا للعالمية هو هاني أبو أسعد المخرج الفلسطيني المعروف ومن أبرز أفلامه يلي كمانا كان عنده وقع وجيل على المهرجانات هو عمر يلي بيروي قصة عمر شاب فلسطيني مناضل يقضي وقت فراغه في التدريب على عملية طائشة ضد الإسرائيليين مع أصدقاء الطفولة الهدف هو لا معنى ولا سوى للتنفس عن مشاعرهم بسبب العجز يلي عم يشعروا فيه نتيجة الحرب والإهنات اليومية يلي هن بعشوها لكن بين بعد ما يقتل صديقه أمجد هونيكي بيبلش عمر للاعتراف وبتبلش المنائشات وبتبلش الأمور العديدة من الأفلام أيضا إن شاء الله كلوي طبيبة كندية تعمل فيه عياذة فلسطينية وتعيش في الأرض المحتلة وتعتني بالنساء الفلسطينيات الحوامل في مخيم للاجئين وتشك طريقها كل يوم إلى عياذة في مخيم للاجئين في الدفة الغربية فتصبح أحدهن صديقتها وهي تعاني من ظروف صعبة وفكر شديد لدرجة أن طريقتها الوحيدة لقصب لقمة العيش هي التقاط القمامة التي خلفها المستوطنون الإسرائيليون الهدية هو كان الفيلم الأول للمخرجة الفلسطينية البريطانية يلي رشح لجائزة أسكار عن فئة أفلام الحركة الأصيرة وتم ترشيحه أيضا لجائزة بفتا بفئة الأفلام البريطانية الأصيرة بيحكي الفيلم قصة أب وبنته ينطلق في مهمة إلى الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته في عيد زواجها على الزوج المرور في رحلة الزهاب ورحلة العودة بالحواجز الإسرائيلية وبيتعرض لأقصى أنواع الظل والمهنة لا يتمكن بالنهاية من شراء الهدية يلي هي عبارة عن ثلاجة جديدة للمنزل ترجمة نانسي قنقر